يسعد لي كل أوقاتكم يا رب حبايب قلب الغليين إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب اليوم إن شاء الله بدي أعمل محاشي محاشي مشكلة ولأول مرة رح أعمل معكم ورق الخس إن شاء الله يعجبكم يا رب ورح أعمل كمان الكرومب اللي هو الملفوف ورح أعمل كمان ورق العنب وبصل عند هون مثل ما انتم شفتوا حبايب قلبي كرومب وعندي هون بصلتين كبار مفرومين فرم وسط وعندي هون 2 كيلو من الطماطم اللي هي البانادورا وأول شغل هلأ حابلش فيها رح أعمل تسبيكة البانادورا اللي هي تسبيكة المحشي حطيت هلأ البصل على النار وضفت له زيت رح أتركوا هلأ لحتى يتقلع شوي رح أساوي هلأ هون عصير البانادورا مثل ما قالت لكم حبايب قلبي عندي 2 كيلو من البانادورا رح أطعنوا هننا بقشرن مثل ما انتم هيك شايفين ورح أحطنوا بالخلاط حضف لهم هلأ هون كاسة مي صغيرة بس لحتى يدور معي الخلاط لأنه ما بيدور معي الخلاط إذا ما دفت له مي وبعدين بعد ما عصرت البانادورا مثل ما انتم هون شايفين حبايب قلبي عم قلي هون البصل وهيك بتكون منيحة ما بديها تغمق أكتر من هيك ورح أضيف معلقة من التوم التوم المهروس فيه ناس بتضيف التوم وفيه ناس ما بتضيف التوم بس التوم بيعطيها طعم كتير طيبة يعني فيكن تحطوه فيكن لا بس هو بيعطيها طعم كتير طيبة بعدين هلأ هون ضفت أنا البانادورا فوق البصل والتوم عندي هون البهارات عندي بهارات محشي وطعم المرأة الجاج ومعلقة كمون ومعلقة من الفلفل الأسود ومعلقتين من الملح إذا ما عنكن بهارات المحشي انتو حطوا البهارات الموجودة عنكم منتل ما انتم هيك شايفين حبايب قلبي وضفت هون كمان معلقة من الشطة كمان بيعطيها طعمة كتير طيبة هالأكلة كتير طيبة بالشتوية بتدفي وطعمتها وكمان الكروم بيكون نازل بوقته بعدين هلأ هون ضفت أنا معلقتين من صلصة الطماطم فوق البانادورا وبعدين رح اتركن هلأ على نار واطية لحتى تتسبك معي البانادورا وتنشف متل ما انتو هيك شايفين حبايب قلبي هيك صارت عندي الطماطم جاهزة بعدين هلأ بمي سخنة عن نار ضفت معلقتين من الكمون ومتل ما انتو شايفين عندي هون ورق الكرومب أنا مقطعته وهلأ رح اضيف هون كل ثلاث ورقات رح احطهم بقلب الطنجرة اسلقهم بعدين رح احطهم بمي باردة وتركهم لحتى يتصفوا وبعدين رح ابلش هون بالبصل كمان رح اسلقه عندي هون ثلاث بصلات حجما وسط ما كان عندي حجم كبير بس اذا عنكم الحجم اللي كبير بكون احسن متل ما انتو هيك شايفين انا قشرتهم ورح اقطع هلأ البصلة متل ما انتو هيك شايفين يعني مولى الاخير لعني لحتى وصل لنص لنص البصلة بعد ما رح هلأ قطعتها هيك رح احطها بمي سخنة متل ما انتو هيك شايفين حبايب قلبي هلأ هون رح اسلقها وبعد عشر دقايق متل ما انتو شايفين هتلاحظوا الورق تبعها بلش يفق عن بعضه هيك بتكون صارت سهلة عليكم بتكون البصل صار منيح وتقريبا صار نص استوى رح اشيل هلأ البصل على جنب وتركوا لحتى يبردوا شوي لحتى اقدر فكوا من القشر تبعه متل ما انتو هيك شايفين حبايب قلبي بس هو لساعتو هيك صخن رح اتركوا لحتى يبرد وبعدين لحتى تلاقوا لحاله صار كل ورقة رح تطلع لحاله بعدين هلأ هون متل ما انتو شايفين عندي هون تشطة صغير ومصفاية هلأ هون بدي بلش قطع اللي كرومب اول شي اخدت هلأ الورقات اللي لونهن خضر رح احط هلأ هون تلات ورقات او اربع ورقات على حسب ايدكون الدشرة تقدروا تستحكموا فيها وبعدين منتو هيك شايفين حطيتهم فوق بعض ورح اشيل هلأ اللضلوع تبعه هاي اللضلوع ما رح اكبها رح اخليها للاخير مش هنحطها تحت سبل الطنجرة مش هنما يلزق معي اللي كرومب متل ما انتو شايفين هيك انا بحب الحجم يكون وسط فيه ناس بتزغرة اكتر من هيك وفيه ناس بتكبرة بس هي هيك حجم الوسط مناسب ومتل ما انتو هيك شايفين شوفوا ما شاء الله حتطلع معكن كل الورقات مقاس بعض بهاي الطريقة متل ما انتو هيك شايفين هيك بسهل عليكن تقطيع الورق يعني فيه ناس ما بتعرف تقطع اللي كرومب هيك بتكون سهلة معاكم بهاي الطريقة وكل ورقات اللي اللي كرومب حتطلع مقاس واحد شوفوا ما شاء الله ان شاء الله تعجبكن يا ربحة بعي بقلبي وتجربوها هي هي محاشة مصرية بتختلف عن المحاشة السورية تبعنا بس طعمتها كتير كتير طيبة وريحتها بتشاهل قلب وبتدفي بالشتاء متل ما قلتلكون وطيبة كتير اذا بتعملوها كمان برمضان فيكن تفرزوها فيكن تفرزو الورق متل ما هو او فيكن تحشوه يعني متل ما انتو بتحبوه وهيك خلصت كل كمية اللي كرومب قطعتوا كله مقاس واحد وهي لضلوع متل ما قلتلكون حا اتركها ورح حطها صفل الطنجرة مشا ما يلزق معي اللي كرومب هلق هون عندي الخضرة اللي هي خضرة المحشي عندي الشبت جرستان من الشبت وجرستان من البق دونس وجرستان من الكزبرة بعدا رح انقئيهم كتير منيح ورح افرمهم كلهم فوق بعض بعدا رح اخسلهم واتركهم لحطة يتصفوا هلق هون عندي ورق الخص ورق الخص انا الاول مرة بعمله بس بصراحة كتير كتير طيب وكمان سهل يعني شغله ما بياخد معنا وقت وطعمته كتير طيبة يعني بتشبه طعمة الكرومب بس طعمته كتير طيبة واول مرة بصراحة انا بعمله متل ما انتو هيك شايفين حبايا بقلبي ورق الخص ما بينسلق بدي انقعه بس بالمي وبعدين رح اصفي اول شي بس هلأ هون انا عم بفككم من الضلع التابعه بهاي الطريقة رح ااخد هلأ من فوق هيك الرأس وبعدين رح اشيله من الضلع يعني هون عندي ازا بتلاحظوا الصورة رح توضح لكم اكتر من اني لما انا اشرح لكم متل ما انتو هيك شايفين اللف طبعه اخر شي هلأ بارجيكم متل ما انتو شايفين بحطها هيك بس هي لازم تكون بالعكس لازم تكون النعمة من برا ورح تلف بهاي الطريقة يعني شكل مسلس وفيه الى كمان طريقة تانية اللي هي مثل الورق الكرمب او ورق العنب يعني فيكن تلفوها بهاي الطريقة وبالطريقة التانية يعني هي الى طريقتين لللف وطبعا هاي اللضلوع احنا ما هنكبها فيكن تغسلوها وتاكلوها مثلا او تعموها لو لا تكون او تعملوها سلطة يعني بتلزم يعني لا تكبوها يعني ما فيا شي لانه هي يعني ما هنخسر الضلوع تبعا فهي هاي بتتاكل ومتل ما قلتلكم الطريقة التانية فيكن تاخدو بص الورق اللي من تحت متل ما انتو هيك شايفين فيكن تلفوها بس من الورق اللي تحت يعني هي الى طريقتين منشان ما تتلبكوا فيها بعدا هلا هون رح احطها هلا هون او شي بمي بارد رح اخسلها كتير منيح وكيب ميتة مرة ومرتين لحتى تنضف معي ورق الخس متل ما انتو هيك شايفين هلا هون انا عم بخسلها او شي بمي بارد سوف اصفها من الماء و ارجع اخسلها مرة يعني اخسلها مرتين لحتى تنضف معي وبعدين سوف اقعها بعدين هلأ هون سوف اقعها بماء سخنة يعني ما تكون كتير سخنة ولا تكون كتير باردة ماء تكون فاترة يعني بس تكون سخنة شوي اكتر من انه يكون البارد اكتر بعدين هلأ هون رح اضيف تقريبا معلقة من الخل لا تكتروا مشان ما يتغير معكن لون الخز وبعدين هضيف لها معلقة من الملح بس لحتى تعقمون ويدبل معي ورق الخز لانه ما رح استلقوه فلازم يدبل معي متل ما انتو هيك شايفين حبايب قلبي هاد ورق الخز بعد ما دبل معي وصفيته من المي والخل اللي كان فيا والملح وغسلته كتير مني وصفيته على جنب وهيك صارت عندي كله ما شاء الله جاهز للحشي هلا هون عندي تقريبا كيلو ونص من الرز القصير اللي هو المصري رح اضيف هلا الخضرة بعد ما غسلتها وصفيتها وبعدين رح اضيف كمان تسبيكة الصلصة ورح اضيف لها كمان زيت واذا بتحبوا تحطوا ملح حطوا يعني اول شي دقوه مشان ما تنغضروا بالملح وتطلع معكم مالحة وانتو عم بتحركوا الخلطة بتدقوه بتشوفوا اذا بدي ملح او لا بس انا ما حطيت لانه كانت عندي الملح مناسب بعدين هلا متل ما انتو هيك شايفين حبعي بقلبي عم ضيف هلا الاضلوع اللي هو تبع الكرومب بسفل الطنجرة مشان ما يلزق معي الكرومب بعدين هلا ححط ورقة الكرومب بهذا الشكل و بعدين رح اضل الحشوة لا تكترو حشوة يعني حطوا حشوة مناسبة وبعدين رح هلفها بهذا الشكل متل ما انته هيك شايفين ولا تخافوا ما هيطلع معكم الحشوة من عطراف لانه ما رح تكترووا انتو فيها وحتحطوا الحشوة المناسبة يعني بهذا الشكل متل ما انته هك شايفين حبعي بقلبي خلصت هك الكمية الكرومب وهلا هون عم بلش بالبصل البصل بينلف بهذا الطريقة بتحط الحشو منع الجنب وبعدين بتلفيه بهذا الشكل مثل ما انتو شايفين هيك حبايب قلبي سهله كتير وما بياخد معنا وقت وكمان يعني كتير كتير طيب طعمة البصل بتبقى بالمحشي كتير طيبة بعدين هلا هون رح ألف وراء الخز مثل ما شايفين هون حبايب قلبي عم يقلكم انه اللمعة لازم تكون من برا والخشنة لازم تكون من جوة جوات الحشوة بعدين بجيب الحشوة وبحطه متل ما شفته من على الطرف وبصير بلفه متل وراء السنبوسك يعني واحدة بعكس التانية بهذا الشكل ومتل ما قلت لكم حبايب قلبي انا اول مرة بعمله وراء الخز وكان كتير سهل معي وما اخد معي وقت ابدا واحدة بعكس التانية متل ما انتو هيك شايفين بالفيديو طريقة اللي تشرح بالفيديو اسهل من اني انا اشرح لكم اياها متل ما انتو هيك شايفين شوفوا ما شاء الله هاي اللفة بيقولوا عنها اللفة الحجابات وهي اللفة اللفة التانية اللي هي بتبقى متل ورق العنب او ورق الكرومب متل ما انتو هيك شايفين اللفة اللي هي العادية يعني الى طريقتين شو بتحبوا انتو الطريقة تستخدموه تستخدموه واللي اسهل لكم هيك لفيت كل الخز اللي عندي لفيت الطريقتين قلت لو رجيكم هاي الطريقة والطريقة التانية بعدا هلا هون عندي طاقن قطعت بقلبه شرائح بصل ورح الف هلا الورق العنب انا ورق العنب كان عندي بالفريزة كنت سالقتو وحاططو بالفريزة مخزنتو متل ما انتو هيك شايفين طالعتو ضغري وغسلتو حطيتو بالمصفاية بس بعدا هلا هون رح ابلش احشي متل ما انتو هيك شايفين حبايب قلبي ان شاء الله تعجبكن يا رب واذا عجبتكن طريقة حبايب قلبي لعتنسوني من الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ولايك ودعوة منكن حبايب قلبي وان شاء الله تضلوا بقلب خير يا رب بعدا هلا هون تشوفوا ما شاء الله هيك صارت عندي حطيت الكرومب والبصل وقرين فليفلة وهون عندي كمان ورق العنب وعندي هون كمان الخس انا ساويتهم كلهم جهستهم قبل بيوم لانه بياخدوا معي وقت وبساويهم لحالي فبالتاني يوم بيكونوا اسهل لقلي دغري بحطهم عن نار عندي هون قطعتين من مرقة الجاج ومعلقتين من الصلصة ومعلقة من الملح وهون معلقة من بهارات المحشي ما عنكن زي ما قلت لكم بهارات المحشي فيكن تحطوا اي بهارات انتو بتحبوها وراح اضيف مي صخنة وراح احرقوا هلا كتير منيح ليدوب معي الماجي اذا عنكن الشربة تبع المرقة يعني تبع الجاج او اللحمة حطوا بس انا ما كان عندي فبتدوبوا شوي قطعتين من الماجي وبتحطوهم فوق المحشي يعني اذا عنكن مرقة الجاج حطوها او مرقة اللحمة اذا ما عنكن متل ما انا عملت حطوه مرقة الجاج مكعبين جاج وبعدا نضفت لهم زيت وراح اضيف هلا هون المرقة اللي عملتها شربة يعني غمرهم تقريبا ما تكون قليلة ولا تكون كتيرة وبعدا هلا هون حطيت صحن مشان بس يكبس الخضرة اللي عندي المحشي وبعدا رح احطهم على النار وراح اغطيهم اول ما تغلي عندي المي رح انوص عليهم على يعني تكون الدرج الحرارة ووسط ما تكون كتير عالية منشان ما تحترق معي وخلي يعني النار على الوسط بعدا هلا هون رح احط ورق سلوفان على الطاقن الورق العنب وبعدا رح اشغل الفرن وراح اتركهم لحتى يستوهم هون هلا صار شوفوا ما شاء الله هاي الكروم صار عندي جاهز وورق العنب كمان صار عندي جاهز شوفوا ما شاء الله المنظر اللي بيفتح النفس وبيشهي القلب وكمان عندي الخس صار جاهز طعمة الخس كانت كتير كتير طيبة وتجربة ممتازة وما اندمت عليها ابدا وبنصحكم حبايب قلبي تجربوها رح تعجبكم كتير ان شاء الله وتدعولي عليها وهلا هون شوفوا لي هالمنظر اللي بيشهي القلب وبيفتح النفس واكلة شتوية بامتياز وبتشهي القلب وبتدفي كمان وريحتها كانت كتير طيبة وطعمتها قطيب ان شاء الله تعجبكم يا رب حبايب قلبي وتجربوها واذا وصلتوا معي لهون لنهاية الفيديو بدي اتشكر كل من عم يدعمني وعم يكتب لي تعليق حلو وعم بحط لي لايك وعم يحضر لي الفيديو للاخر الله يجبر خاطركن يا رب حبايب قلبي وان شاء الله تضلوا بألف خير يا رب وبالتوفيق والنجاح للجميع وان شاء الله هيك رمضان كريم عليكم وينعاد عليكم بالصحة والسلامة يا رب وهاي كانت وصفتي لليوم محاشي مصرية مشكلة وبتشهي القلب وبنصح كين مين يشوف الفيديو جربه وشكرا كتير للكم حبايب قلبي على المتابعة وان شاء الله تضلوا بألف خير يا رب واذا بتحبوا اعملكون وصفات جديدة حلويات او اكل كتبوا لي بالتعليقات وان شاء الله انا هتابع التعليقات وشوف تعليقاتكم الحلوة وان شاء الله تضلوا بألف خير يا رب حبايب قلبي وشكرا كتير للكم حبايب على المتابعة